ورجعنا تاني لحلقة الماكارونا والفاستا والتريس تلات انواع ماكارونا معمولين بتلات طرق مختلفة في طبق واحد ليست قوة ولا قوة تاني اخبار طعم ايه مالك لسه بستنقين انا كنت محترم اتفاد ايه اه اذا ما جدش جنب الطبق انا دقتي دي كريم باي افطر انا اه ايه ده انتي لازم تفضحينا رشا مالش يعني انا هاخد حتة من ركوتة ايوه وحتة من الفلفل نازم كده وحاول بقدر ما استطاع ان انت تجيب الطعم كله وعشان احنا النهاردة حلقة الفاستا والمكارونا وبنطلع كل اللي مقدر نطلعه من وصفات المكارونا ايو يا رشا ايو اه وعشان انا منجيل المكارونا بالبشرين ما كانش عندنا مكارونا سلطة ستيFal جدت امي بتارتlerini سلطق بطريقتين مختلفتين فى حاجة احنا بصراحة دي حقيق يعني احنا بارفين باستا يعني بنشوفها كده او بنشوفها وهي طالع من الفورن والناس كلها عادة صفرة عشان تغرف المكرونة بشمال التقيل الحل لكن يعني ما ننسيش مثلا السلطات بتحت الترابيزة احنا في روسيا دي حاجة منتشرة جدا احنا بنستخدم على الصفرة سلطات كتيره وسلطات في افكار كده فانا عايزة اجيبلك نهاردة كذا سلطه اول واحده هناملها بالفلفل احمر وفلفل حر عندي هنا مكرونة بنا بس ممكن استخدم اي قطعات مكرونة عندي هنا خرشوف انا عطاعت الحرشوف وبعد كده شوحته في شوية زيت و زبدة عندي هنا شوية الجردير عندي هنا اي لانشون يعني بس انا استخدمت البيف باسترومي واندي شوية الزاتون اسود عشان بيدي شكل كده يعني اسود وطعم شوية طعم كده وشوية انا مرأة كنت في روسيا عن واحد صاحبي اه هو مرتاح او يعني كنت بتحبه اوي نسافات روسيا او الله اي كنت ماشتغل معاه و بعدين قنت نقود وقت عنده هو ساكن من حلت اسمه بيموفك فموسqualified زمالك أي تجاه و خامسة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه Ace double ايهههههههههه WITH 수طها فيه ترابيزه تانية بتلف ايهههال اههههههههههههههههههههههههههههههه آه بتلف بس الفلوسهههههههههههههو بس اه احنا بنا يعني هو دلوقتي قدامنا اه هو صحن بس في الاعادي احنا هنبرده و هنحطه على السلطة عشان اه نعمل السلطة دي يعني وبالي الحاجات بتتحمر اه يعني انت بتتحمرين اه نحمسيه شوية كده فالنتينا اه يعني وانت بيه يبرد اه اه هحط انا الفلفل احمر شوية كويسين كده اه هنحط الخرشوف خرشوف خرشوف السلطة بيبه حلو قوي حلو قوي خدوصا نتائج مبهرة اه يعني فعلا حاجة جميلة انا احب الخرشوف احط البتاع اللي ادبها في الخل و الاحظ بايه على شفتي و اوقع زيد وطبعا الجرجير جرجير مفيد جدا وتعمه يجنن 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 وحنحط اه حل اه خل العينب احمر اوكي حاجة بسيطة خل اللي انا بالاخمر والجرجير اه خرافي اه اه من المكونات الاساسية في برنامج سخر وساعة والله عندي زيت زيتون طبعا اساسي تمام اه وكمان الزيتون الاسوت زيتون الاسوت شايفين على طول حتى كمان الالوان الالوان برضو هتدي اه طبعا وحنحط طبعا مكارونا في سانية في سانية اه اه موضوع يعني على فكرة على فكرة انتو ممكن تفكروا يعني مثلا في فضل مكارونا من امبراما اه يعني ممكن من اه لو مكارونا تلعيت كتيرة في شوية ايوم بدل ما تشيلهم في التلاجة وبعد اه طبعا اه يعني الحاجة الصحلة جدا فاحنا كمان ده خلاص كده اه لا لسه ده لازم يعني مش عارفة هو مش عايز اه يتحمر لي ايوة ايوة معلش اه اه احنا كمان هنقطع الفلفل حامي فلفل حر رفاية كده يعني في الحالة ده ممكن اه اللي انتو عايزين احنا ممكن نخطه زي ما هو كده اه الصحي او صحيح صحيح اه 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 مش ميت يعني او اه ممكن نحطه مع البسترما برضو اه هتعمل يعني تعمل مختلفة فينا فا دي كرار بتاعتكم ما فيش مشكلة يعني انا عايز اقول لك بقى ان الثلاث دي اه يعني الثلاث دي لطيفة جدا نتحط السلد او ممكن تبقى سناك بالزبط مهي. سناك حلو او ممكن يبقى يبقى اه ممكن يتحط في علبة ويبقى في المدرسة يعني اه ليها حاجات فيها كل حاجة. اه كمان ده طبق اه اطالي برضو. برضو. الطبق ده. بس بيطلع سلطة مكرونة دي بتاكل بردة ولازم تحطيها في التلاجة يا رشا. ايو بالزبط. ايو بزبط. مش اقل من ساعة. اه. ماينفاش اه. وهي جوا التلاجة مسلا نص ساعة عدت. اه. تروح يمقلبها. اه مقلبها. عشان خطر ان الزيت والحاجات دي بتنزل تحت. اه. تروح يمقلبها تقل. اه. بعد كده تلاجة كله بقى حاجة السيل ده طبعا. 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 بس انا متخيلة ان انا ممكن احطه في اه في اللانش بوكس ده تبقى. اه طبعا. واحدة فيها. ايو طبعا طبعا. 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 كده عزائية عالية جدا. وبعدين يعني بالشوكة كده يجي مش اه. اه طبعا. طبعا. طبعا لاشح بعدي اذنك عايزة تسعيني شوها. طبعا. ممكن اصر سؤال. حتفضل. انتي خلصت بس دي تبرت تبرت. هو يستحسن الثالثه دي تتعدم او هي ساعة. فماليش حان احنا الهوى. فانا بامل حاجة. انا انا لا طبعا هذه الصلطة سهلة جدا المكونا الاساسي ده الفراخ ده في صدور فراخ جايبه اثنين عدت المكعبات الصغيرة وشوحته في شوية الزيت والزبدة عشان تدي تعم لطيف فعادة نحطه في الفراخ في الاول الفراخ جازه وانا سيبتاها في التلجه فهي بردت هنحط خوخ كومبوت المكعبات دي اخذ بالك بس عشان المية ما تنزلش هنحط المكعبات بتاع الخوخ كومبوت على الفراخ كله 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 حسنه كتير لا يعني ده صلطة ممكن كده يتحط عليها مايونيز ويبقى خلاص بس انا بحب ادخل فيها شوية المكارونا عشان يبقى سميكة شوية ممكن تتاكل زي وانا يعني هي الصلطة دي ممكن تبقى من غير مكارونا ممكن من غير مكارونا مايونيز والشبط بس لكن انا بحط في السلطة دي كمان المكارونا يعني عشان بتدي شكل مختلف يعني احنا دلوقتي مكارونا وخوخ ومايونيز وفراخ اه اه شفتو يعني احنا مين اللي كان قاعد وقالك هحط الحاجات دي اعلى بقى احنا هنشوف الطعم بقى بس مين اللي كان قاعد يقولك هحط اتخلصت بقى المنهج بتاع الضبط وبعدين بتجود بقى ده ام بي ايه طيب احنا هنشوف انا تبقى قاعدة تفكر في الكلام ده اعمل ايه مع ايه الشبط شبط اوكي ايه الطعم اللي تناسب مع ايه الطعم اللي تناسب مع كده اه مثلا ربع من كمية دي مش كتير يعني هي الصلطة دي ركزوا بقى ركزوا اه هزاكزوا ما مش الاكل يعني الا هنا مش ممكن ربع اه ربع كمية يعني شوية كده مش كده مش انها المين بتاعها بالزبط فخلص كده كيفية فحني اخد ثلاثة دول بالزبط اه انا الحقيقة الحقيقة في الصلط دي ما بحطش الفلفل اسود عشان بيباوز اللون يعني ممكن شوكي يابان اه طبعا بيباوز اللون ممكن بس انا برضو ما بحبش التعم الفلفل ابيض مختلف دلوقتي حنبتدي نحط تدريجيا تدريجيا هنحط مثلا معلاقة من اه من ده ونشوف يعني اه زي ما قال الشيف يعني ما نكترش اه اه ممكن تحط كتير شطرة بتعالجي تلتبولي انا احط محتاجة انزل صح صح فانا برضو احط ايوا هنا كده مفروض انها بردت شوية طبعا انا ما عشان انا الهوى اخوات ايوا بس بنوار الطبق بتعمل ازاي طبو الفلفل الحمي فلفل الحمي احنا 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 اه شوحنا البسترومي ما الفلفل الحمي ممكن ممكن يعني الفلفل الحمي يتحط صحيح اه 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 صحيح صحيح اه بس متعدت اه لو هو يعني لو الفلفل حر شاف النار هو بيهدى شوية مش ما بيلسعش حسب الرغبة حسب انت بتحب ايه انت عارف في رغبة ما عارفتش صحيح صح انا نحط شوية من دي وشوية من دي ايوا انا نحط شوية من دي وشوية من دي المايونيز كده اوكي مش محتاجة حلو قوي كده تمام قوي اه في نس بيستغرف انا فالنتينا ممكن سؤال المايونيز هو مفروض ان يبقى بسيط كميته بسيطة كده في السلطة دي بالزبط لان فيه سلطات بتبقى تقيلة قايمة على المايونيز اه لا دي دي خفيفة بس بتبقى انا احسنا انه كل مايونيز يعني مش حكسا بضع من الحاجات اللي بوهم من الدر مهمها طعمه برضو قوي يغطي في روسيا احنا بنامل سلطات كتير جدا والاساس ده الاساس الاكل وبنحط مايونيز كتير جدا يعني انتو ما بتشوفوش الناس اللي عايشة عندنا معظمها ايو معظمها يعني كده يعني تضحمين شوية ليه عشان احنا انا تخنت يا راشا انا هامل اي انا ها ايضا لماك السيد الرئيس عن الموحال يا بقى عظيمة صحيحة بال بال بتقول لي دايما انها تخنت اه اه وده اما حتلاقوا سجواب للتحارب تشعي بادك طبعا من اللي هي تخينه بازم ساتل انها تخينه ومزارها ضعيفة الماكدين مثلا بحنجرنش بس بالفلفل هامي كده أوكي تمام اه وحنحط طبعا شبت. شبت. هنا بقى. عشان برضو نجميشة. اموت الشبت. ممكن اقول حاجات دي طعم نييل. اه انا بس يعني يعز علي ان الوصفات الجميلة اللي احنا بنعملها دي. اه. ان الناس تكون مش شايفة. اه. فعايز اقول لكم انه. منجيل اللي بسمحتي. عايز اقول لكم انه اه التردد بتاعنا اللي تغير. ايوان. موجود التفاصيل بتاعته على صفحة بتاعتنا. وآآ نظرا للتساؤلات الجديدة الكتيرة اللي جات لنا. عملنا لكم فيديو. يوريكو ازاي تزبطو. شكرا. يوريكو ازاي تزبطو الديكودر بتاعكو على التردد دي الجديد. ما تزدوش بعد ما زبطو التردد تعملو سكان. اه. 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 والحلقات دي نفسها قريب قوي. ما كانش قريدي. اه. الحلقات اتزاعت. الحلقات اتزاعت على يوتيوب. فممكن تتفرجوا عليها على يوتيوب. بتعد ثلاث مرات في اليوم عشر ونص الصحب. بقى نص الضهر وعشر ونص بالليل. ايه. والكناشا غالي عدوة خين ساعة. اه اي شيف موجود والحلقات بتاعته بتتعدق وبيتفرضوا الفيديوهات موجودة على اليوتيوب. وفيسبوك فيه على طول بيجيبه. بكل حتة. اه. يعني افتح الحلفية حتلاقينا. حتلاقينا موجودين. حتلاقينا موجودين. ايه. حتلاقينا موجودين. انت يا دوبك تاكل. اطمع وتقول لنا. انا ده اقول ممكن اكل. اه اه. على ما كارين يفرم كل الاصناف كريم قاعد دا اه الحقيقة. بس الحقيقة نهاردة اتعلمنا حاجات كتيرة جدا واصناف كتيرة من الفاستا والمكارونا سواء سخن بارد. سالد مين كورس. كل اللي انت عايزاه. العابي مع المكارونا سهلة وسريعة. وهتدي امفراشن حلو قوي. السالد دي هايلا. باري امفراشن. بما نحط سالد في عزومة اه او في سناك. ناق ايها. قدميها بالطريقة لتعجبك. واحلى اصطباح مننا. وحننحق. لا مش هنحق. 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 اشتركوا في القناة.